بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله معاكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالة لجمهورية مصر العربية ياريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراف في القناة ده هيبقى مهم جدا 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 ويالله تعالوا ننتقل لعنوين الأخبار وأول خبر معانا مهم وهو الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته والسيسي يظهر داخل مروحية التمساح وقوات الجوال المصرية تكشف عن استعداداتها ومصر تعلن عن طفرة كبيرة في حجم الغاز الطبيعي ومصر وتحذيرات من أمطار غزيرة تصل لحد السيول والسيسي يهنئ الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية فتعالوا ننتقل لأول خبر معانا وأهمهم هو الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته والسيسي يظهر داخل مروحية التمساح نشر المتحدث الرسمي لقوات المسلحة المصرية فيديو بعنوان نصور في السماء والذي تم فيه عرض أبرز مقاتلات ومروحيات الجيش المصري وذلك خلال الاحتفالات بعيد القوات الجوية المصرية وظهرت في الفيديو مجموعة من المقاتلات المصرية والمروحيات بالإضافة إلى طائرات دون طيار وطائرات الاستطلاع والإنزال المبكر والملفت هو ظهور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزية العسكري المخصص لطيارين وهو داخل مروحية كات 52 التمساح وتحتفظ قوات الجوية المصرية بعيدها السنوي في يوم 14 أكتوبر من كل عام حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم بعد معركة المنصورة الجوية التي وقعت بين مصر وإسرائيل في 14 أكتوبر 73 المصدر RT تعالوا ننتقل الخبر الثاني مهم معنا وهو قوات الجوية المصرية تكشف عن استعداداتها أكد قائد قوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي أن قوات الجوية مستمرة في تنفيذ ما هامها بكل إصرار دفاعا عن سماء مصر ورضعا لأي عدوان على مجالها الجوي وأشار قائد قوات الجوية المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقض بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية إلى أن قوات حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب قتال الجوي تبقى لمسرح العمليات المحتمل والتعديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القوم المصري وأوضح أن قوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة وطائرات الإنزار المبكر وطائرات ومعدات الاستطلاع الجوي والأباتشي الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار بالإضافة إلى المنظومات الأرضية الخاصة بالسيانة والإصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاول الاستراتيجية للدولة وأكد وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة التي تسند إليها خاصة في ظل ما تنفذه قوات المسلحة المصرية من مهام غير مسبوقة ضد الإرهاب وتأمين حدود الدولة المصدر RT وتحية كبيرة لقوات الجوية المصرية نصور سماء مصر طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معنا وهو مصر تعلن عن طفرة كبيرة في حجم الغاز الطبيعي قالت وزارة البترول والصروة المعدنية في مصر إنه حدثت طفرة في حجم ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل لأعلى معدلاته إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر الماضي وأكد وكيل أول وزارة البترول المصرية محمد سعفان أن قطاع حقق رقما قياسيا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئا للزيت يوميا وبحسب سعفان فإنه تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هدف مصر لتكون مركزا إقليميا وسوف تلعب دورا مهما في تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية في مجال الطاقة بوجه عام وإقامة شركات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة وتزيد من التعاملات التجارية التي تربط الشرق بالغرب المصدر وكالات وارتي طيب تعالوا نخش دي خبر تاني مهم معانا وهو تحذيرات من أمطار غزيرة تصل لحد سيول في مصر قال مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد في مصر محمود شهين إن البلاد شهدت أمس أمطارا خفيفة ولكن اليوم السلساء هناك برق ورعد وأمطار من متوسطة إلى غزيرة لو أصده على أمس السلساء يعني وتوقع شهين خلال اتصال هاتفي مع برنامج تمانية الصبح المزاع على فضائية دي ام سي أمس السلساء أن تزداد غزارة الأمطار في قنى ومناطق في سيناء مثل كاترين ورفح ورأس غارب والتي قد تصل إلى حد سيول ونوها بأنه خلال الأيام القادمة ستقل حدة سقوط الأمطار وستعود معدلات درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري لمعدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بعد أن شهدت ارتفاعا لفترة طويلة منذ بداية فصل الخريف متوقعا أن تنخفض درجة الحرارة في مصر لـ 29 درجة نهاية الأسبوع وتابع مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن هناك فرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على جنوب القاهرة وجنوب شرقها مناشدا من المواطنين عدم التواجد في الشوارع أسفل المناطق التي يمكن أن تسقط منها أشياء مثل التكيفات والأشجار وعدم ركنة سيارات أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات المصدر وكالات مصرية وـ RT تعالوا ننتقل الخبر الثاني معانا مهم وهو السيسي يهني الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية ونشر السيسي مساء الإسنين الماضي تغريد على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تمنى فيها للرئيس المنتخد قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونسي وشعبها العظيم وأضاف أنه يتطلع نحو المزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الصادقة لأوانها التي اقترع فيها التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 وقال رئيس الهيئة التونسية نبيل بفون إن قيس سعيد تحصل على 72.7 من جملة الأصوات فيما حصل نبيل القروي على 27.2 من 10% من الأصوات المصدر RT ووكالات مصرية نبع السلام دمشق قد تحصل على هدية لم تكن لتحلم بها بدأت الحرب متعثرة عنوان مقال كيريل كريفو شيف وسيرغي ستروكان حول دور روسيا في منع تحول الحملة التركية في سوريا إلى حرب شاملة قد يتورط فيها الناتو وجاء في المقال يواصل الجيش التركي ووحدات المعارضة السورية الموالية لأنقرة الهجوم باتجاه الجنوب وتوسيع نطاق السيطرة على المناطق الحدودية التي يقتنها الأقراض في سوريا وفي ملاقاتهم تتجه قوات الحكومة السورية بعد تلقيها أوامر ببلوغ الحدود وصد لعدوان التركي ومع ذلك واستنادا إلى إشارات من أنقرة ودمشق وموسكو فلن يكون هناك صداد مباشر بين الجيشين التركي والسوري ولكن بالنظر إلى أن أنقرة ودمشق قد أعلنتا عن نوايهما دخول مدينتي كوباري ومنبج فإن المواجهة بين الطرفين على ما يبدو تدخل مرحلة حاسمة وقد شغل خطر حدوث اجتباك بين تركيا والسوريا قيادة الناتو لأن تركيا عضوا في حلف الشمال الأطلسي والمدنة الخامسة من معاهدة واشنطن تنص على تقديم المساعدة للحليف وفي الوقت نفسه فمن المفارقات أن موسكو التي تحاول التواصل بين جميع أطراف النزاع يمكن أن تنقذ الناتو من سيناريو كابوسي إذا ما تورط الحلف من غير قصد في صراع مع سوريا وحليفتها روسيا وقد يشكل العسكريون الروس الضمانة الوحيدة لاتفاق مستقبلي بالنظر إلى الوضع العملي على الأرض من الواضح أن أنقرة ودمشق قد تتفقان في النهاية على صفقة تسمح لأنقرة بدرجة مات بتنفيذ خطتها لإنشاء منطقة عزلة على الحدود مع سوريا تفصل كردستان التركية عن السورية في الوقت نفسه يمكن لدمشق أن تتلقى بشكل غير متوقع هدية ملكية لم يكن للسلطات السورية أن تحلم بها حتى عهد قريب وهي استعادة السيطرة على المناطق القردية وولاء خلفاء الولايات المتحدة جدد في التحالف الدولي في سوريا المقالة تعبر عن رأي صحيفة RT وجينا لنهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراف القناة ده هيدعمنا كثير جدا وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته